السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنعمل سويس رول حلوة قوي وسهل جدا وهيعجبكو قوي بس قبلها عايز اشتراك للقناة ولايك وما تنسونيش يا جماعة في اللايك والاشتراك هنشوف دلوقتي المأدير بتاعتنا انا عندي اربع بدوت ماشي هنحط عليهم ستاشر جرام محسن كيك جل وهضي هنا السكر مية جرام وعندي دقيق ده اربعين جرام بس وعندي اه اربعين جرام مياه وعندي الفانيليا دول كده كلهم زي ما انتم ما شايفين كده هنحطهم على بعض وهنبدأ ان احنا نضرب اه الخليط ده كله لحد ما يبقى عندي يفتح لونه جدا ويبدأ ان هو يتضاعف حجمه. لحد ما نوصل للمرحلة دي هي دي اصعب مرحلة او اطول مرحلة في اللي احنا بنعمله يعني. اه دلوقتي انا خلصته الدرب وهبدأ ان انا ايه? هاديف بقى بص هو ده السمك او القوام اللي انا عايزاه. اه هبدأ اديف بقى عندي اه الدقيق ده ده المرحلة التانية اللي احنا هنضيفه مية وعشرين جرام دقيق. اه هشيل منهم بس تلات معالق. وهحط مكانهم تلات معالق كاكاو خام. اللي مش عايزوا اه شوكولاتة او او غامق. ممكن بيسيبوا عادي المية وعشرين جرام زي ما هما. هنيجي بعد كده بالتناوب بقى. يعني ايه? شوية شوية كده. هنحط شوية مية. اه على فكرة اضيق برضو عليه تلاتة جرام بيكين بودر. المقدار ده عايز ميزان عشان الميزان هو اللي بيزبط الدنيا دي. ف تلاتة جرام بيكين بودر بحطهم على الدقيق. اه اللي هو المية وعشرون 120 جرام دقيق وعلى الديق والبيكن بودر والكاكاو فانا دلوقتي اهو بنزل حبة حبة على الخليط بتاعي وابدى اضرب لحد ما الخليط كله يتجانس ممكن نحط شوية دقيق بعد كده شوية مية وبعد كده شوية دقيق لحد ما خلص الكمية بتاعتي كلها ويبدأ الخليط كله يكون ايه متجانس هنا بس ايه هنزل الجناب دي عشان يبقى ايه اضمن ان كله ايه مخلوط مع بعضه بتخلط مع بعضه يعني وطبعا انا هكون مشغالة النار عندي على 200 او 220 الفرن على 200 او 220 وهسيبها تسخن وعندي انا عندي صاج مبطنة بورق زبدة هبدأ ان انا اه دلوقتي اهو هحط بقى في الصاج المقدار بتاعي وهبدأ اوزعه اه زي ما انتم هتشوفوا كده انا ما بحبش هستخدم غير المعالي الخشب يا جماعة اه فهتلاقوني عطول بستخدم خشب يعني اه هنا دلوقتي انا نزلت المقدار بتاعي وهبدأ اوزعه في الصاج عشان ما يبقاش حتة عالية وحتة ايه اه مش عالية اه دلوقتي انا عندي اهي المقدار كله وعلى فكرة هاش جدا وحلوة قوي وهو مش صعبة بس هي الفكرة في ان انا عايز ميزان عشان اه ازبط به المقدير دي اه دلوقتي انا بوزعه ولازم اوزعه حلو عشان خاطر اه ما يبقاش ايه يبقى متساوي يعني معي اه بس اه هبدأ ادخله في الفرن على مية وعشرين على متين وعشرين او متين وهو بس مش هياخد اكتر من عشر دقايق لتناشر دقيقة انا انا عندي عشر دقايق وطلع كمان من ورا غامق شوية يعني لو كنت سبته كمان كان ممكن اتحرق لان ده ما بيستحملش خالص يعني اه دلوقتي انا هدخله الفرن وهطلعه بص انا طلعته لفيته في في نفس الورق اللي هو كان فيه اللي هو ورق الزبدة ولفيته بفوطة واسبته بس لحد ما برد انا ما عملتش اكتر من كده وبدأت دلوقتي اورهه لكو بعد اتحكم فيه وورهه لكو انا دلوقتي فردته وهبدأ عندي ضربة كريم شانتيه اه وهبدأ عايزة بقى كريم شانتيه ممكن تعمليه غامق ما فيش مشكلة بتحطي بعد ما بتضربيه بتحطي عليه اسوس الشوكولاتة بتحطي عليه كاكاو يعني اي سيان اي حاجة من الاتنين بس بعد كده بتيجي بقى بتكملي الكريم شانتيه زي ما انتم ما شايفين كده اه وبعد كده بابدأ الفه بس بكون حازرة شوية عشان خاطر هو لازم يكون اه في يعني وانا بلفه متحكمة فيه حلو يعني انتم بصوا شايفين هو غامق ازاي من ورا من من تحت ليه عشان هو انا ده اخدته بالزبط عشر دقايق في الفرن ما قطرتش عن كده لكن انا لو كنت طولت اكتر من كده كان كان هيتحرق من تحت فا وهينشف على فكرة بس ده الحمد لله ما الحقش ينشف يعني اه انا حطيته بس عشر دقايق دلوقتي انا هابدأ اجلسه بالكريم شانتيه هابدأ اجلسه زي ما انتم ما شايفين كده وهغطيه بالكريم شانتيه حلو بس لازم يا جماعة نوعية كريم شانتيه تكون حلوة لان انا عملت الكريم شانتيه اه ده كان اللي هو الكياس ما بيبقاش حلو زي الخام الخام بيبقى انضف اه دلوقتي انا طبعا التزيين ده يعني على حسب كل حد وراحته يعني اه انا حط عليه شوكولاتة وهبدأ ازينه انا كده ماشي بس طبعا كل واحدة على حسب زوقها وعلى حسب اللي هي عايزاها وعلى حسب امكانياتها في التزويق واللي هي عايزة ايه وهم بيحبوا ايه يعني فدلوقتي انا هزوقه وبس في حاجة كمان انا عايز اقولها لكم المفروض ان انا ما بقطعهوش بعد ما يخلص على طول المفروض ان انا بقعده بالزبط تسع ساعات يعني ممكن اعمله بالليل واسيبه للصبح ممكن ناكل منه ابدأ اقطعه هيبدأ يبقى سلس معيه في التقطيع وهيبقى حلو اه لكن دلوقتي انا لو قطعته مش مش هينفع يعني فلازم يعود مسلا من بالليل للصبح او تسع ساعات يعني يعني في التلاجة بعديها بتقدر يتقطعيه بيبقى زي الفل وبيبقى طعمه حلو جدا وهيعجبكو الصراحة وخفيف جدا وهايل اه وعلى فكرة اه محسن الجل ده بيتجاب من عند اه خامات الحلويات اه او من عقفيه عطارين بيبعوه فممكن بيتجاب يعني من هناك هو جل كده عامل زي المادة كده يعني شبه الفزلين شوي اه بس ده بيتاخد منه زي ما انا ما قلت بالزبط مش ستاشر جرام مش كتير يعني آآ بس فدلوقتي بقى انا هابدأ زينا هو وهسيبها بعد كده في في التلاجة اللي حد تسع ساعات انا عملتها بالليل متأخر وسبتها لحد الصبح وبعد كده بدأت قطعتها آآ ودي دلوقتي انا بعد ما قطعتها هي بصوا منظرها عامل ازاي وشكله حلو جدا وهيعجبكو طعمه احلى آآ ويا رب تكون الوصفة النهارده عجبتكو ويا ريت اشتراك ما تنسيش في الاشتراك واللايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة